تابعنا معنا مشاهدين الكرام على مدار اليوم على شاشة التلفزيون المصري تغطية إخبارية متواصلة وذلك لآخر تدعيات التصعيد الإسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني ومتابعاتنا متواصلة معكم مع زميلي يوسف الحسيني إليك يوسف أهلا بك زاكري هام يعني أنا أظن أن كل المجتمع العربي الآن على دراية كاملة بل وعلى معرفة حقيقية بكل تفاصيل ما يحدث على الأراضي الفلسطينية بس الحقيقة إذا كان فيه هناك أمر واحد مبهج فهو أن الشعوب العربية الحقيقة كلها تقف لأجل فلسطين ولأجل الشعب الفلسطيني الشعوب العربية كلها تقف لأجل حرية الشعب الفلسطيني تقف لأجل حق الشعب الفلسطيني في أنه يبقى له أرضه ودولته وأن يعيش عليها بأمان يمكن الخلفية اللي وراكي واللي قدامي ده الوضع الحقيقي اللي موجود هناك في فلسطيني يا ريان وبالمناسبة يمكن دي مش أول مرة لكن اللي بشوفه فعلا لأول مرة أن أنا أجد قدامي زعيم حقيقي للأمة العربية يدعو شعبه للإحتجاج ده ما حصلش قبل كده أن يدعو الشعب للإحتجاج موقف واضح وصريح وقاطع في دعم القضية الفلسطينية في رفض تصفية القضية الفلسطينية في الحفاظ على الأمن القومي المصري إنه ده خط أحمر لا يمكن أبدا الاقتراب منه أعتقد أن هذا الموقف كان موقف عظيم جدا في توقيت بالغ الأهمية وأوضح كمان إزاي أنه الشعب المصري كله الحقيقة بيقف في دعم سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خصوصا بعد هذه التصريحات الأخيرة اللي صدرت عنه طبعا في إدانة هذا الاعتداء السافر حقيقة يعني العالم العربي كله ومصر طبعا بتدين هذا التصعيد الإسرائيلي السافر اللي حدث بالأمس وفي الفترة الأخيرة بشكل كامل وأهم شيء الحقيقة هو أنه المجتمع الدولي على الجانب الآخر أنه هو يتحرك مثلما انتفضت مصر ومثلما انتفضت أيضا الشعوب العربية في رفض كل ما حدث مؤخرا من اعتداءات إسرائيلية ويعني تصعيد إسرائيلي غاشم ضد المدنيين الفلسطينيين هذه مسألة المجتمع الدولي دي هي اللي فيها كلام كتير ومش هنعول على المجتمع الدولي الحقيقة للأسف لأنه المجتمع الدولي من ناحية غائب من ناحية تانية بيتبنى سرديات صهيونية طول الوقت من ناحية تالتة المجتمع الدولي فعلا بينقلب على مبادئه يعني اللي بيعلنها على الأقل على كل الكلام لسه هيطول وأنا معاكم لحد الساعة 2 الصبح فأشكرك أولا يا ريهام كل الشكر ليكي وهستأذنك نبدأ فقراتنا شكرا ليكس شكرا